بعد قرابة ستة عقود من انضمامها إلى الأوبك أعلنت قطر أنها سلمت طلب الانسحاب من منظمة الدول المصادرة للنفط على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع بدء العام 2019 وزير شؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للبترول نفى أن يكون الأمر مرتبطا بأزمة بلاده مع الدول الخليجية الأخرى بل أعاد الموضوع إلى تخصص قطر في إنتاج وتصدير الغاز أكثر منه في النفط لا علاقة بالموضوع بالحصار وإنما بالتوقيت إذا ما نظرتم إلى قوانين الأوبك فإنها تتيح لأي دولة عضو الانسحاب إذا أرادت ذلك بالنسبة لي أن نضخ الجهد والموارد والوقت في منظمة نعد فيها لاعبا صغيرا جدا وليس لنا فيها صلاحيات جدية فهذا من الناحية العملية لا ينفع بناء على هذا ستعمل قطر على الاستثمار بشكل أكبر في مجال الغاز بما يشمل كما أوضح الوزير تعزيز مكانة البلاد كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال ورفع كمية إنتاجها من أربعة ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميا إلى ستة ملايين ونصف المليون برميل هذا بالإضافة إلى اعتزام قطر الخوض في شراكات عالمية كقطاع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يذكر أن قطر كانت تنتج حوالي ستمائة ألف برميل من النفط وهو عدد ضئيل مقارنة مع ملايين البرميل التي تنتجها السعودية مثلا وعليه لن تتأثر الأوبك كثيرا كما قال مختصون هذا ويتوقع أن ينصب الاجتماع القادم للمنظمة في المحافظة على استقرار أسعار النفط فالفترة الأخيرة شهدت تخمة في الإنتاج ما هو بأسعار برميل